إذن هذا حديث يبين أمرين من أشد الأمور المفسدة للدين الحرص على المال بأي طريقة والحرص على المنصب والجاه والحرص على الرئاسة مهما قدم من تضحيات ضربه عليه الصلاة والسلام مثلا لفساد دين المسلم بالحرص على المال والرئاسة وأن هذا الحرص يفسد الدين ليس بأقل من إفساد ذئبين جائعين لغنم غاب عنها رعاتها ليلا فدخل فيها يفترسان ما ذئبان جائعان؟ أرسل في غنم إذن الذئبان من أشد الوحوش افتراسا فكيف إذا كان الذئبان جائعين؟ فهو يشتهيها أن يمشتها فإذا كانت فريسة محصورة في حظيرة ليس عندها راع أو حام ما ذئبان جائعان أرسل في غنم؟ هل تخيلنا هذا المشهد؟ هل فكرنا في هذه الصورة التي يعرضها الحديث؟ ذئبان جائعان؟ أرسل في غنم كيف سيكون الإفساد؟ كيف سيكون الإتلاف؟ كيف سيكون الخمش والافتراس والأكل والقتل والجرح سيعيثان فيها فساداً عظيماً؟ لن تسلم شاه لن تسلم شاه ذئبان جائعان أرسل في غنم هذا الإفساد أشد منه إفساد الحرص على المال والرئاسة للدين الحرص على المال بأي طريقة حلال حرام بأي شكل الحرص على الرئاسة مهما كلفت أمران يفسدان الدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين الذين أرسل في غنم الهلع الحرص على الدنيا الحرص على المنصب الحرص على الرئاسة الحرص على حب الظهور الحرص أن يذكر بين الناس سماه عليه الصلاة والسلام الشرف يشرف فيه والناس ويستجرف إليه والناس تنظر إلى هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال وهذا الشرف أو المنصب أو الرئاسة في الدنيا مفسد لها إفسادا عظيما لا يسلم من دين المسلم مع هذا الحرص شيء إلا القليل ربما هذا مثل عظيم يتضمن غاية التحذير من شر هذا الحرص والحرص على المال نوعان الأول شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه مع الجهد والمشقة فهذا وإن كان ليس مالا حراما لكنه يستغرق العمر متى يكون له وقت للطاعة إذا كان كل اليوم أو كل الوقت حريصا على المال وعلى جمع المال ولن يأتي إلا ما قدر له ثم قد يرتحل عنه ويترك أكثره وقد يجمعه لمن لا يحمد من بعده فالحريص هذا يضيع عمره وزمانه الشريف كله في المال فقيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا فقال فهل جمع أياما ينفقه فيها إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع النوع الثاني من الحرص على المال أن يجتهد في جمعه ويبذل الوقت والحرص الشديد ولو من الوجوه المحرمة فهذا ضاع عمره في جمع الحرام مو فقط ضاع عمره وإنما في وبال إضافي وهو الحرام كيف يفسد هذا الدين أما المنصب الرئاسة والحرص على الشرف بالولاية والسلطان والمال هذا سوف يبغي ويطغي سوف يبغي ويطغى تلك الدار والآخرة ونجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ونبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طلب الولايات لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها رواه البخاري ومسلم وأما طلب حب الظهور بالعبادة هذا رياء وهذا خطير جدا أيضا فمن طلب حب الظهور في أي شيء كحب الظهور في الإعلام والقنوات هذه مزلة عظيمة هذا باب عظيم من أبواب الفتنة نسأل الله السلامة والعافية وبعض الناس يطلبه بالتظاهر بالعلم أو بالتظاهر بالزهد أو بالتظاهر بالعبادة وبعضهم اليوم يطلق مقاطع على اليوتيوب يصور فيها عباداته أو حاله في فيما هو طاع في الظاهر لكن في الحقيقة كله رياء رياء وطلب محمد وطلب ثناء الناس وطلب الذكر بين الناس وطلب المكانة هذا لما قال ما ذئباني جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه كيف يعني كيف تودي به هذه المسألة أمران مفترقان لست تراهما يتشوفان لخلطة وتلاقي طلب المعادي مع الرئاسة والعلا فدعي الذي يفنى لما هو باقي طيب لو واحد قال يوسف عليه السلام ما طلب الرئاسة نقول نعم لكن كانوا كفارا وكان هو المسلم ثانيا كان عنده قدرة على إنقاذ الأمة من القحط إني حفيظ عليم وهذا يتوجب عليه لو واحد يستطيع أن ينقذ النفوس من الهلاك يجب عليه فإذا ابتغى وجه الله وربما يكون ذلك عن وحي وأمر من الله إذا هذا الطلب من الرئاسة استثنائي لظرف معين أما أن يحرص الإنسان على الوصول إلى المناصب ويقاتل وممكن يكذب وقد يبذل طبعا دينه ويتنازل عن أشياء من الدين للوصول إلى المنصب المنصب شيء خطير فإما أن يكون يبتغي وجه الله نيته لله وليس هناك من هو أكفأ منه ووصوله إليه في مصلحة الإسلام والمسلمين هذا يفعل لكن الذي يريد المنصب للمنصب يريد المنصب للشهرة يريد المنصب للعلو في الأرض والفساد يريد أن يطغى ويبغي ويستعلي ويقهر ويذل هذه المصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ترجمة نانسي قنقر شكرا